في السبع من ديسمبر الماضي أحيط الأمم المتحدة اليوم العالمي الأول للتأهب للأوبئة ودعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة إلى بناء القدرات الوقائية حتى يكون العالم مستعدا لأي جائحة في المستقبل وعلى هذا النهج تتصدر بريطانيا دول العالم في اتخاذ الخطوات العملية للتعامل السريع مع أي وباء عالمي واليوم تعلن لندن استضافت في 2022 قمة دولية لجمع الأموال لأبحاث اللقاحات وتطويرها لدام تحالف دولي يسعى لتسريع إنتاج اللقاحات للأمراض في المستقبل وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن هذا التحالف من شأنه أن يوفر حلا عالميا لضمان استعداد العالم بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية وقبل أيام أعلنت الحكومة البريطانية تشكيل مجموعة جديدة للخبراء الدوليين للمساعدة في تعزيز القدرة على الاستعداد لمواجهة الأوبئة الجديدة على أن يتم رفع تقارير الخبراء لقمة زعماء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى المقررة في يونيو المقبل حيث يأمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من خلال هذه الخطوات إلى تطوير اللقاحات المضادة للأوبئة التي تظهر في المستقبل خلال مئة يوم